ما أهداف تعليم مهارات الاستماع؟ إن الهدف العام لمنهج الاستماع هو إحداث تغيير سلوك لغوي في المتعلم يحدث نتيجة مروره بمجموعة من الخبرات اللغوية ونتيجة تفاعله مع مواقف تعليمية لغوية مخطط لها بعناية ومن هنا فإن القائمين على مناهج الاستماع يخصصون أهدافا محددة لهذا المنهج تشمل هذه الأهداف أن يتمكن الطالب من عادات الاستماع وآدابه وأن يتخلص من عادات الاستماع السيء وأن تنمو لديه المهارات الأساسية وعادات الاستماع الجيد أيضا أن يكون الطالب قادرا على تذكر نظام الأحداث وترتيب الأفكار في النص الذي يستمع إليه مع الاحتفاظ بأكبر قدر من الحقائق والمفاهيم أيضا أن يكون المستمع قادرا على فهم الرسالة وتفسيرها تفسيرا صحيحا يتفق مع ما أراده المتحدث الأصلي كذلك أن يكون المستمع قادرا على التمييز السمعي بين الحروف المتشابهة والكلمات المسموعة كذلك أن يكون المستمع قادرا على الاستمتاع بالإيقاع الموسيقي للغة وعلى الاستجابة لهذا الإيقاع استجابة حقيقية وصحيحة كذلك من أهداف تعليم الاستماع أن يكون المستمع قادرا على ترتيب ما يسمع من أفكار وعلى فهم الأفكار التي يسمعها وعلى تصنيف الأفكار الواردة في المادة المسموعة والمقارنة بينها والعثور على العلاقات المعنوية بين الكلمات والأفكار أيضا القدرة على استخلاص الفكرة الرئيسية من الأفكار الواردة في المادة المسموعة والتفريق بينها وبين الأفكار الثانوية أو الجزئية كذلك قدرة المستمع على التفكير الاستنتاجي والوصول إلى المعاني الضمنية في الحديث وتمييزها أيضا فإن من أهداف تعليم الاستماع إقدار المستمع على التفكير العميق وعلى اكتشاف المعاني الخفية التي ربما أراد المتحدث أن يشير إليها تلميحا لا تصريحا كذلك فإن من أهداف تعليم الاستماع القدرة على الحكم على صدق محتوى المادة المسموعة في ضوء المعايير الموضوعية وأخيرا فإن من أهداف تعليم الاستماع القدرة على تقويم محتوى النص المسموع تشخيصا وعلاجا هذه هي أهم الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها منهج الاستماع في مراحل التعليم العام ترجمة نانسي قنقر